المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها من العريش الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري إليك كريم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغافية المختلفة والمتنوعة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة نتحدث عن إدخال عدد كبير من الشاحنات الإغافية إلى الناحية الأخرى حيث دخل عبر بوابة معبر رفح المصرية حتى الآن خمسين شاحنة بالفعل محملة بعدد كبير من المواد الإغافية المتنوعة ودخل إلى معبر كرم أبو سالم أكثر من سبعين شاحنة حتى الآن أكثر من سبعة وسبعين شاحنة دخلوا إلى الناحية الأخرى ليرتفع إجمالي عدد شاحنات إلى 129 شاحنة دخلوا بالفعل إلى الناحية الأخرى بالإضافة لذلك أيضا من أهم الشاحنات هي الشاحنات مواد البترولية مثل شاحنات الغاز فدخل بالفعل أربع شاحنات للغاز عبر بوابة معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم نتحدث أيضا عن استمرار لاستقبال الأشقاء المصابين من قطاع غزة نتحدث عن استقبال 35 مصابا بالفعل دخلوا إلى الأراضي المصرية ليتلقوا العلاج في المستشفيات المختلفة من مستشفى العريش ومستشفى بئر العبد وأيضا عدد من المستشفيات في القاهرة التي حددتها وزارة الصحة هذا بالإضافة للمرافقين لهؤلاء المصابين المصابون الذين دخلوا بالفعل إلى الأراضي المصرية بالطبع التوجهات من رئيس عبد الفتاح السيسي كانت بدخول حد أدنى 300 شاحنة في اليوم ولكن بالطبع قوات الاحتلال دائما تعرقل دخول هذه الشاحنات وهذا ما أدى إلى التحرك المصري من جانب القوات المسلحة بإنزال وإسقاط جوي لعفوا المساعدات الإغاثية لشمال قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية هذا بالطبع فضلا عن المجهدات الدبلوماسية المختلفة للوصول الوقف دائم ومستدام لإطلاق النار للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة والآن عودة إليكم في الستوديو مرة أخرى